السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي فيديو جديد على القناة موضيلة جديدة الموضيلات التي اخترت لكم اليوم في هذا الفيديو الموضيلات تركية واسعين واسعين الموضيل حتى اللي يفعلين افتار في اللبسة واسعين الزيتي لون الأسود وضع الزيت الفأم وهو إليس والان الموضيل الفأم سيطر أعياد والمناسبات كيف تلاحظوا معي كيف تلاحظوا معي كيف تلاحظوا معي المغوم غلوق تصميم كيف يأتي كيف يأتي مطرز ومنبت على الدورة كيف يبال لكم هنا كيف تلاحظوا معي كيف تلاحظوا معي تضيف المغوم غلوق كيف يأتي كيفية كيفية كيف يأتي كيف يأتي بالنسبة للفساتين تقوم بعمل تصميمة الشميس في اللون الأبيض تصميمة وعلى الكتاف تقوم بعمل مع الأخضر فوق هنفي هاد جوجلوينات وتحت هنفي هاد فوصفوشية كذلك كينهاد الفوستان ديال اعياد والمناسبات شوفوا الكمام ديال والبنات كيف يجي والتصميم كامل كيجي رائع البنات كيجي واسع وبالنسبة العبايات كذلك اخترت لكم في هاد الفيديو هذا تصميمات جديدة بالنسبة العبايات ديال العيد وكين هاد الفوستان هاد لكيجي هاد الحزم ديالهم ضوبل والكمامات كيجي على هاد الشكل هاد بالنسبة الافصالة ديالهم شوفوا هاد الموضيل هادته هو تصميم ديالهم مختالف في هديك الجهر على النص كيف ما كتشوفوا وكين هاد الازرق ملكي فيهم هاد الالوان اللي كتشوفوا معايا هادو ديال الاعياد والمناسبات وكذلك ديال الحضور هيدا البنات اللي كيبغيو ياخدوا افكار على التصاميم في هاد الفيديو هاد جيبت لكم مختلف تصاميم ديال العبايات وكذلك بنسبة الفساتين وكين هاد الموضيل في الازرق كين هاد الانصام في الغوز كيف ما كتشوفوا كيجي طويل الفصلة ديالهم ملفوق يجي على هاد الشكل هادا مع الشوميس في اللون الأبيض وكين هاد الانصام لتوب ديالهم كيجي خفيف كيجي آنيق البنات اللبسة بالنسبة للتصميم كيف ما كتلاحظوا كيجي بتكريش على الدورة ديال النص وكذلك كيجيب اصدفات حتى التحت كذلك كين هاد الفوستان اللي فيه الالوان كيجيب الحزام والكور كيف ما كتشوفوا كيجي بجموع وكذلك رصد ديالكم حتى هو كيجي بجموع وكين هاد الالوان هادولي كتشوفوا هما البنات في الفيديو هما الوينات اللي توندونس حاليا وبالنسبة لموضي الموالي تهوا فوستان هذا تصميم دياله مختلف فعلا اللي شوفنا قبل شوفوا اللبنات اللبنات كيفاش كيجيوا كذلك كين هاد العباية هاد في اللون الأسود تصميم دياله على الكل كيجي لهاد شكل هاد البنات كيجي هيدا مفتوح كيجي على شكل قفطان كيف ما كتشوفوا بالحزام كذلك هاد الانصام اللي كيجي كلاس البنات في اللبسة الصروة دياله كيجي واسح وطويل والفوقانيته هو كيجي طويل ومستور وبصضيفات مضوبلين بالنسبة للموديل اللي كتشوفوا معي البنات في الفيديو تهوا فوستان على شكل هيدا شوميس طويلة واسعة الفصلة دياله كتجي واسعة في الموف كذلك كين هاد شوميس اللي كتجي منبتا على الكتاف وعلى الكمان كيف ما كتشوفوا مع نسقطة هنا يمع الطنورة في اللون الابيض مع اللي زونسام بلكين هاد الموديل هادا في هاد بلو مارين وفيه كذلك اللون الاسود وبالنسبة هاد الموديل هادا تهوا الاعياد والمناسبات في القرونة نسقط مع هنا يكون شي في القرونة كيجي بالحزام وموديل كامل كيجي مزيمن في اللبسة البنات بالنسبة للاعياد والمناسبات كين هاد الموديل هادا كيجي على شكل فراشة في هاد الالوان في هاد الأصفر مع الأورنج وكذلك كين هاد الموديل هادا اللي كيجي بالحزام على شجتي هادا كيف ما كتشوفوا الأزرق مع الأورنج كين كذلك الأصفر كيف ما كيبن لكم هنايا على شكل هيدا قفطنات ديال العيد وكذلك كين هاد الزيتي اللي كيجي منبت على طول ديال القفطان كيف ما كتشوفوا او لقندورة ديال العيد الزيتي مخدومة بالأورنج وكين هاد الأخضر تهياء في هاد الزواق اللي منبتة على ستر والكميمات كيجي هيدا واسعين شوفوا الزواق كيفاش كتشوفوا البنات بالنسبة ان هاد الموديل تهو كيجي منبت في هاد الالوان اللي كتشوفوا معي البنات الأزرق الأخضر الغوز وكذلك في هاد الأورنج كيف ما كتشوفوا فصلة ديالهم كيجي وعفوان لكميمات قصارين وواسعين كذلك كين هاد الفستان هادا اللي كيجي بصطيفة مضوبلين كيفما كيبان لكم وبالحزام الفوقاني كيجي في جوج الوينات كذلك كين هاد الانسامبل هادا في الزيتي طنورة الفوقاني ديالا كيفما كتشوفوا كذلك كين هاد الموديل هادا للمناسبات كيجي هيدا دوبياس كيفما كتشوفوا الفستان تحتاني والفوقاني هيدا كيجي كامل ومنبت عفوان منصدره على الطهار كذلك بالنسبة الموديلات ديال العيد كين هاد الموديل هادا فيه الأبيض والأورانج الأسود كذلك والأخضر الزيتي مغلوق والأبيض وهذا كيجي في اللون الأسود كيجي كامل ومنبت على طول ديالا القفطان كيفما كتشوفوا من التحت كيجي كامل منبتا والكميماس كيجي على هاد الشكل هادا فيهم الوينات مزيونين الأخضر والأبيض والأسود وكذلك الزيتي والغوز هيدا الغوز مفتوح منبت بالألوان كين هادا تنسيقة هادا بالنسبة للصرور كيجي واسع في اللون الأسود الفوقاني كيجي في الأبيض ومع هاد الشوميس كيجي طوي يلون فتوحا كذلك كين هادا الون صود بالهادا في هادا البيض والزيتي السرور كيجي كيفما كتشوفوا الفصلة ديالها عادية وهنا كيفما كتشوفوا السرور في اللون الأبيض و الفوقاني كيجي هيدا في القري بالنسبة لموضي لكتشوفوا معايا اللبنات يجب أن يكون لون الأبيض والشميس طويلة في هذه الألوان وكيف تلاحظون معي كذلك ينهي الأزرق يجب أن يكون رائعا في اللبسة يجب أن يكون الأخضر مع الأبيض يجب أن يكون لون صيفي وموضيل ككل يجب أن يكون رائعا في اللبسة بالنسبة لتناسق الألوان يلعبون دور مهم في اللبسة فجبت لكم هنا أفكار عديدة بالنسبة لتناسق الألوان وكذلك قطاع الملابس وجبت لكم البناس الذين يريدون أن يأخذوا أفكار على الفصالة تصاميم جديدة وعصرية وحصريا على القناة كيف تشاهدون كذلك ينهي الأنصم بالهدف الباج وحصريا في الأحمر فوقاني فيها الأحمر والأبيض نسقط معا هنا ينفلار في اللون الأبيض لكي تفتح اللون كيف لا تشاهدون اللبسة كاملة وبالنسبة للموضيلات الصروال والشوميز يأخذوا على هذا الشكل الصروال يأخذوا واسعين وكذلك ينهي الأنصم بالصروال فوقاني يأتي هيدا طويل ونفتح على الجناب وهناك كيف لا تشاهدون هذا الأنصم بالنسبة بنفسها هيدا مفتح هنا يا حبيبتي أنكم وصلنا لنهاية الفيديو مع السلامة اشتركوا في القناة